لا بشارات سياسية هنا تهدئ ضجيج المعارك فعلى مبدأ العين بالعين تقوض قوة الجيش الوطني مرحلة جديدة من القتال ردا على انتهاكات الميليشيا لاتفاق التهدئة في أروقة مشاورات الكويت يتردد صدى الحرب حيث تخيم ظلال قاتمة على أجواء المفاوضات حصيلة صفرية لأيام من محادثات مباشرة وغير مباشرة ولقاءات بين المبعوث الدولي اسماعيل ولد شيخ ووفتي الحكومة والميليشيا يعترف المبعوث الدولي كل مرة أن الفجوة بين الطرفين لا تزال متباعدة وبحاجة لمزيد من الصبر كي تلتئم ولجأ ولد شيخ أحمد لاستدعاء تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بانجيمون لفك عقدة المشاورات غير أن حضوره لم يحرك من وثيرة المباحثات حتى الآن فشلت الأمم المتحدة في ممارسة الضغوط الكافية التي تهيؤ الأجواء اللازمة لإنجاح المشاورات ونجحت فقط في وعد آمال الشارع اليمني وتطلعاته للسلام وجعله عالقا بين الحرب والخوف من المجهول لا تهدئة سارية على الأرض ولا هدوء نسبي حتى لنافورة الدم التي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 40 ألف شخص وفق تقديرات رسمية وأممية كما أن آلاف المختطفين مازالوا في المعتقلات ومن تم إطلاقهم خلال الأسابيع الماضية من تبادل لأسرى جرى بعيدا عن المشاورات تقول الأخبار الواردة من الكويت أن المحادثات سترفع لمدة 15 يوما وذلك لقضاء إجازة عيد الفطر ونقلت وكلة الأناظول عن مصادر في المفاوضات قولها إن المحادثات سترفع ولكن بعد الاتفاق على بعض التفاهمات المتعلقة بتمديد وقف إطلاق النار الهش واشتراط العودة إلى طاولة المشاورات بعد العيد بتحديد سقف زمني لها لا ينتظر اليمنيون في الداخل بدار حياة جديدة يستخلصونها من دمم الدول صاحبة القرار باستمرار مأساتهم يفهمون إذن كيف تعبر الجولة الثالثة من المفاوضات بخفة السراب كما عبرت سابقاتها وبعدما عبرت الطريق بين المحافظات والمدين بالقلق وبالأسئلة